السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء تلاميذ السنة الثانية واليوم شاء الله راح نحل تمارين صفحة 43 نبدأ على بركة الله بالتمارين الأول اللي هو عبارة عن هومورك نبدأ أول شي make a chart of abbreviation an example is given to you add other abbreviations if you can and illustrate with pictures logos قال لك هنا يعطى لك هذا المختصر بعض الكلمات والمنظمات ولا أي حاجة قال لك اكتبها كامل وزدوا صفحة قال لك وإلى عندك صور توحم وإلى عندك كروموس توحم ثاني حطهم منها هذا عبارة عن هومورك نبدأ ونقرأ مع بعض الابريفيشن مع عفوا مع الاسم تاعه كامل مع الوصف تاعه UNWRA اللي هي United Nation Relief Works Agency بلا ما نقرأ لكم الديسكريبشن إذا حبيتوا تكتبوا يعني الإجابة ديروا سكرينشوت وكملوا ولا حبسوا الفيديو وكتبوا هنا ABC تعنينا American Broadcasting Company هذا هي الديسكريبشن تاح هنا A Bomb تعنينا Atomic Bomb رحوا للموالية A ID Agency for International Development هذا ديسكريبشن هنا الديسكريبشن الوصف تاح ما كاش بي بي سي بريتش بروكاستين اه كوربريشن هنا ديسكريبشن ما كاش CIA Central Intelligence Agency هذا معنى تاح وهنا الوصف ما كاش CNN هي Cable News Network الوصف ما كاش FBI وهي Federal Bureau of Investigation هنا الوصف التاح ما كاش FIF FIFA Federation International Federal International de Football Association International Association Football Association GB Great Britain هذه المعنى التاح وهذا الوصف التاح MBC Middle East Broadcasting Company عدنا هنا ناتو وش معنى North Atlantic Treaty Organization الوصف مكاش NBA National Basketball Association الوصف مكاش OPEC OPEC of Petroleum Exporting Countries الوصف مكاش P.H.D. Dr. of Philosophy هنا عدنا P.T.A. Parent Teacher Association Passenger Transport Authority الوصف مكاش UK United Kingdom الوصف مكاش WBA World Boxing Association الوصف التاح مكاش يلا هنروح نشوفه الآن التمرين الموالد تعنا وش يقول التمرين الرقم الثين هو complete dictionary entries below then find other words related to peace and war and write entries from them قل لك هنا يكمل هاذ نحط لك كلمات وقال لك كمل المعنى التاح هاوش قال لك شوف عنها يدخلت في القاموس يعني روح للقاموس تاك وحوس الشرح التاح هم زائد هذا transcription التاح هم وقال لك then find other words قال لك زيد حوس على كلمات عندها علاقة مع السلم والحرب and write entries from them وقال لك وكتب الشرح التاح كما هنا قال لك peace peace واجمع عندها non used in not used in هنا وشاكم رح ندير هنا رح نشرح لكم من الدرس هذا و التمرين هذا وانتو ما لازم تحلوه وحد كم هنا عندك peace رح وحكم الدكسيونير تاعك وحكم google ولا دب راسك اكتب peace ويكتب لك المعنى التاح وزيد هنا قال لك war زيد اكتب هنا متفاهمين peace وشنو peace عندك لازم تكمل الكتبة واستعمل لنا make هنا ثاني و keep the يعني هذا تعريف تاح peace رح يكون قاع هنا وهذا war هنا كامل تعريف تاع هذه المهم كان هذا هو يعني تقريبا حل التمرين الاول ولا هو عبارة عن واجب منزلي نقول لكم تهلا في الروح ونلتقي في الفيديو اخر ان شاء الله اشترك اشترك اشترك